وصية الله لعباده قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما إنهما الوالدان قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا والبر بالوالدين يعود نفعه على الولد البار بثمرات وفوائد منها تحصيل مرضات الله تعالى إطالة العمر وزيادة الرزق اكتساب بر الأبناء في المستقبل فالجزاء من جنس العمل تكفير الذنوب والخطايا فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا قال هل لك من خالة؟ قال نعم قال فبرها وللبر بالوالدين صور وأشكال منهما يكون في حياتهما كإحسان القول إليهما وخفض الصوت عندهما وطاعتهما فيما يأمران به وتعليمهما ما يحتاجان إليه واستئذانهما عند السفر وإظهار التقدير والاحترام لهما وتقبيل أيديهما ورأسيهما والسعي في إرضائهما وتحمل المشاق في سبيل ذلك ومنهما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصدقائهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي ترجمة نانسي قنقر